أهلاً وسهلاً لكم جميعاً بدايةً أود أن أعبر عن سعادتي بلقائكم اليوم من جديد بمناسبة هذه الندوة التي نعقدها لمناقشة مشروع قانوة مصرى الجناحية وخاصة فيما يتعلق بتساؤل محوري هل يحقق هذا المشروع؟ اليوم جمعية تحدي المساوطة والمواطنة وجمعية حقوق وعادلة كعقدها الندوة الصحفية من أجل مناقشة مشروع المصرى الجنائية اليوم هو فرصة المختلفة المتدخلات والمتدخلين المدنيين المدنيات السياسيين والسياسيات كذلك الخبيرات والخبراء الباحثين والباحثات من أجل مناقشة هذا المشروع كذلك من أجل إجابة على سؤال مدى مراعاة هذا المشروع لقضايا النوع الاجتماعي وكذلك إلى أي حد سيتم إدراج النوع الاجتماعي في هذه التعديلات اليوم نحاول أننا نسلط الضوء على هذا المشروع لما له من أهمية وراهنية وكنتمنى أن هذه التعديلات سيتم أخذها بع الاعتبار أمام الأمانة العامة للحكومة المغربية أكيد لأن المغرب يعرف عدد التعديلات والزخم شريعي كبير من خلال عدد من القوانين أو مشاريع القوانين التي تناقش أمام قبة البرلمان من ضمن هذه المشاريع القوانين مشروع قانون المسطر الجنائية الأكيد نذكره لأن قانون مشروع قانون المسطر الجنائي وقانون إجرائي يتعلق بالإجراءات أو ضوء التي تكذبت التقاضي أمام القضاء الزجريع أو القضاء الجنحي وبطبع الحل جميع القوانين وخاصة منها القضاء الإجرائي أو القانون الإجرائي الجنائي وقانون المسطر الجنائي ما ينبغي أن تكون فيها مقاربة بالنسبة لجمع الحقوق وآدالة مقاربة إشراك ومقاربة النوع الاجتماعي وهذا إشراك قانون أو مقاربة النوع الاجتماعي المقصود من طرف جمع الحقوق وآدالة هو تكريس قاعدة التمييز الإيجابي لفائدة النساء قاعدة التمييز الإيجابي بحيث على أن هذه القوانين ينبغي أن تراعي الوضعية الخاصة لكطرف النساء وخاصة النساء ضحايا العنف والتمييز وبالتالي الموضوع اليوم من أجل إيجاد هذه المقاربة وإيجاد أو خروج بتوصيات في سبيل استعمال التوصيات في إطار حملات الترافعية التي تقوم بها جمعية حقوق وآدالة بطبيعة حل بالإضافة إلى باقي شركائها من منظمات المجتمع المدني من أجل أن يتم أخذ هذه المعطيات لفائدة النساء ضحايا العنف والتمييز بطبيعة الحال وخاصة المقاربة للقضايا العنف المبنية على أساس النوع الاجتماعي أكيد على أن هذا اللقاء هو واحد من عدد من اللقاءات التي تقوم بها جمعية حقوق وآدالة في سبيل تكريس المساواة أمام القانون وتكريس قاعدة التمييز الإيجابي لفائدة النساء السلام عليكم ورحمة الله